اسألك سؤال الزمالك في الموقف الاخير لو يعني كان تراجع مسلا عن قراره او ما كانش قال انه هينسحل من المباراة الاهلي كان ساعتها ممكن يبدل في المنافسة على الدوري ولا كانت المنافسة خلصت من قبل الكهارات دي بص كنقط انا بكلم داما انا وقيعي كنقط لسه في صعبة جدا مستحيلة صعبة بس مدام في نقط انا بتكلم في النقط طبعا اللي حصل الزمالك كان هي شقين من وجه النظر الشق القاني الزمالك قال اسطوب كفاية زهقنا هتقول لي مش معنا من الاول هو زهقنا دلوقتي زهقنا احنا دلوقتي خلاص ماشي الشق التاني بقى اللي عبت الدوري ليه في حاجات مش هينفع ممكن متقال انا مش في مدخ بس انا بفقول على وجه النظر انا الرؤية يعني اللي انا شايفها النات الزمالك وطنية اكتر اول انا بكلم بصراحة وعايز نقول لك الدليل الوقتي على مش مش وطنية هنخدش بقى في المدخل اللومبي اللي هو دلوقتي قدامنا على الواقع في ناحي ناس مش مش هنخدش في الوطنية هتبقى صعب ممكن يجي عاوش شوية عشان البلد مسلا عشان مصر عشان 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 غلط وممكن ناس تقول لك دايس ما عام الناس وما تروحوا للفيفا لا بس ما كل عندها عندها الوطنية دي عاكب تنحمد phet نعم لانبريز بعدين لم يجي عناقصة المنتخلو اللومبي ماشه خلينا؟ عندهابرهن كله يرجع مسلا في حاجات ممكن انا عتوقعش شخصي ان ممكن ما تتقلش بعدين هتعرف يعني في حتّى سياسة الكره او سياسة العامة انا مش ديل انا عشان خاطر مصر بست ها انا شغط بس ايه acht اللي هو اللي بدأ الناس تفهم إن إنسان جا ممكن ويحصل ويحصل الله أعلم على الأقل يا سيدي أقل حاجة المنظومة تتغير العدل تتغير الميزاني لازم تزبط عشان بقاش فيه كل السنة ما دعوكش الناس علينا فهي بقص زي فهي دي يعني هي دي فيه أكيد أكيد في ديل أكيد في حاجة أكيد فيه مش بقاش ديل أكيد فيه يا سيدي حاجة تتعدل عن إن شاء الله يبقى فيه حاجة كويس فالنادي قال لي خلع خلاص يعني ده لنا حسه ده تصورك بس إنما المنتخب الأولمبي وطبعا فيه أزمة إحنا داخلين عليها إن شاء الله متبقاش فيه أزمة يعني بإذن الله يعني إنه الدول لس شغال وطبيعا المنتخب الأولمبي عايز لعيبة من الدول المصري بجانب الأسماء عايز لعيبة بتاعته ولا لعيبة فوق السن الاتنين 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 أه بس سيبق من فوق السن ممكن أوضح حاجة بس اللي يستطيع مش هدين عشان يبقى عايشين معنا الحوار إنه البطولة دي أو الأولمبيات دي تارت لعيبة فوق السن في تارت لعيبة فوق السن وفي اللعيبة بتاعت المنتخب اللوم اللومة بتاعته دول مش شرط أو مش منزم النادي إنه يديك اللعب مش زي البطولات بتاعت الكبار بتاع المنتخب الأول إنه الفيفا بيلزم الأندية إنه هتدي اللعيبة للمنتخب لكن المنتخب اللومة في العالم كله الأندية مش ملزمة إنه هتدي لعبتها للمنتخب اللومة ليه؟ آه عشان أنا عشان ده العالمية بعمل البطولة في الوقت اللي مفيش دوري عدة ساعدة. ايوة. خلاص مش. احنا عددها دوري. انا عديها بقى دي. انا مش ده قبل اقولتك بقى انا مش بالله دي خالص. مش. تعالا بقى في الناحية التانية. اه. من الوقت المتشاط الافريقية مش بيبقى عشان الوطنية وعشان خاطر النادي من اجل دوري. ايوة. ده العشرة المتشاط. ايوة. وتنشر المباراة. ايوة. طب لما المنتخب نفسه هيلعب. اه. فين الوطنية. يقولك لا مش هناجي. عشان عشان الدورة هيبوز. يبقى انت عندك مش بص الاول. ما ده ده اللي حاصل. فاكر ساعدة الكافة الحساب حاصل لما طرب المنتخب الاول يومين زيادة. ودينا اتقالب واجلنا الدور. واتقالبت الدنيا. يبقى الوطنية فين? اه. عند نادي? ماشي المنتخب. ما دي مش كسة نادي بقى. دي كسة اللي بينظم. كريم. اه. من الاخر. ما انت المنظم انت اللي مسكن ليه. انت اللي بتدير. ايوة. لكن المنظم هو اللي ياخد قراره. اه. صح. اه. اه. انا مشي معك تاني. الوطنية دي عند النادي بس. ولا عند المنتخب. ده مفروض للمنتخب ركب واحد. بس. شكرا. انا كلا خلاص. اه. اقول له ان انت. انا كلا خدتنا العديد. لا لا اصلا ما فيش خلاف. اولا واخيرا. منتخبات مصر. اولمبي بقى اول شباب نشيئين. طب هالي ينفع. اه. لعبة للمنتخب بنفسك. مش اقولك. اضعف الايمان يا سديدي. روح بالمنتخب بتاعك. مش اخد تاتة اكبار. الا الحد راضي. يعني زي ماك قالك خدتني روح. هتقول لي بقى زمالك اصلي زك. مش نفسك ايه. معاك وارد خمسين. الله اعلم بنيات. بس في الوضع لطبيعة وارد.